عدنا مشكلة شوف قلب الهجوم مثلا احنا عدنا ثلاث لاعبين الان اللي هو ايمن وعلى اللاعب الاساسي وعلى يوسف لاعب الشرطة اللي صار حديث عنه انه حتى عطى ما اعطى فرصة يعني ما اعطى الى الان احنا على حتى مع القوة الجوية يمكن سجل هدف جميل هاي الكبل المباريات الاخرى انتعرف يعني عمليان محلم عن هذا الطلبة فراقبت على اكثر حتى قبل مباراتنا على ما جاء ينطل اداء البدن هو على استايله لاعب منطقة الجزاء ينتظر الكرة دائما من الجانب حتى يلعبها برأسه او يلعبها يعني حتى بقدمه على الهواء هذا النوع من اللاعبين هو اللاعب داخل بوكس بالضبط يعني ملاعب ممكن يزل قبل يومين يمكن البعض يعني صار كلامان صار الي حديث عن ايمن حتى نتحدث هذا ايمن ما هو فارض نفسه على المنتخب لعلها المدرب ولا القبل ولا القبل ولا القبل ولا هو صار هداف دوري يعني شو يسرب دائما من تواجه بس اسمع ولا هو صار هداف دوري واحنا عدنا هداف دوري ثاني وقلنا ايمن الهداف لا هو سجل هداف صار هداف ولا هو راحل قطر يعني بطريقة واسطة او بطريقة السمساء اكو نادي قطار الاندي القطرية معدودة حتى ذا شوف يعني عمالقة الآن الجزائر لعبون في قطر بغتال من جاه نعم اكثر فريق جاهز يعني او حتى تونس كم لاعب فاللاعبي المميزين لعبون بالدوري القطري حتى هانوالي يريد اقوله ايمن عنده مشاكل في التكنيك عنده مشاكل في المهارة ايضا لكن هو لاعب ايضا يقدم في المباريات لو نسوي مقارنة بسيطة بين الوقت اللي ياخذ علاء وبين الوقت اللي ياخذ ايمن منه الاكثر عطاء ها انت تقيدت انا قدرها ايمن اكثر عطاء ايمن اكثر عطاء ايش الكل يتكلم على ايمن براه سابق هو ايمن صنع الجزاء لو ما ايمن ما ينسحب المد ضد العمان نعم اليوم لما اشترك في المباراة ظل يتدخل احنا اللي اريد اوصل له احنا بحاجة الى مهاجم افضل من الاثنين هو ديعاني بتروبيتش ذكرته يقول ماكو صانع العاب ورئيس حربة لكن قالها بطريقة شوية اكثر ادبا قال بعيدين عن المنافسة من ذكر ذول اللاعبين يقول انا ماكو غيرهم في الدور هاي مشكلته وين يبحث وين لكن بالفعل هو اختارهم وحتى بالفعل احنا في الدور العراقي ما عدنا لاعب محلي كرئيس حربة متميز بعيد يعني ما جابه ما عدنا لاعبين اخرين لكن ممكن ما يعطون افضل من الموجودين او ممكن هو ما اقتناع بهم في مسألة صانع العلعاب هي اشارة يعني فيه انخفاض بدني البشار بشار يعتمد على الدربل والانطلاق بالكرة والجري بالكرة ومفاجأة الخصم يعني يجي من الخب بالكرة ويدخل بالكرة هو بشار الحقيقة عطاء البدني بالفعل انقفض احنا وين بيتروبيش ايضا انا مع كلامه كل الخيارات اللي خلف المهاجم هي هجومية كلها عدنا احمد فرحان عدنا بشار عدنا محمد قاسم حتى الخلفهم اليوم سجاد سجاد عنده عنده قابليات الامر نرجع على منطقة الارتكاز لانه هو استقطب ياسر لمحمد علي عبد ودنصاب ياسر محروم محروم فعده خيارين يا امه احمد فاضل يا امه سجاد انا سؤالي هو ليش ما اخذ احمد فاضل ما هسا ما ريد انطبي اللاعب هذا السؤال هو يتحمل هو يتحمل لان هو يتحمل ليش الكل يقول لاعبين جدد ما عدنا لاعب جديد احنا بالمنتخب ما عدا مناف عدنا وحمد فرحان ما عدنا هما جيدين اثنين حسن رائد كان الى سابقا الواجد بالمنتخب يعطل على تسمع مشترك مع كاتنش حسن رائد لما لعب بالناشين يمكن قيمته انا كان معاي محلل هسا ما ريد نذكر الاسم بالناشين قلت هذا من افضل اللاعبين قال هذا من اسوأ اللاعبين كاتنش برحلة الشباب سحبه منتخب فهو اخذ فرصة صحيح يحتاج وقت 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 ويحتاج خبرة جيد احنا من عدنا بالمنتخب ملعب من محمد قاسم ملعب منتخب شيركو ملعب منتخب من هو ربين الكل حتى مصطفى ناظم احنا وين بالفعل اكو تغيير بالعناصر حسن عبد الكريم جديد يعني ولا لعب منتخب حسن وصراحة عده مهارة لكن بعده صغير واقع جدا وهو اختيارة كونه عده في المنتخب بالأولمبي بالضبط حتى وياخذ وقت قصير مدى يلعب يعني كلاعب أساسي ويعطي في هذا الوقت احنا الحقيقة هاي العناصر اللي ذكرناها محمد قاسم بشار رحمد فرحان بالاضافة الى المفروض حتى سجاد ممكن بالفعل يكون شكلنا هجومي لكن لما تنتقل شوف الكرة بملعب البحرين احنا ما عدنا خط ظهر يكمل مع خط الوسط فكصر هاي الفجو عدنا المسافة بين الحارس يعني خط الظهر هذا مع الحارس قريبة دائما على عكس المنتخب البحريني شوف احنا فريقين اليوم فريق يعتمد على القوة على الالتحامات اللي هو فريقنا وعلى المهارات الفردية فريق آخر يعتمد على التنظيم على دقة المناولة البحرين لما صارت عندهم دقة المناولة ضعيفة وخطأوا في المناولات اللي سببها الضغط المباشر من بعض الحالات في لاعبين والالتحامات والقوة والأجرسف هذا الشدة في الكرة صارت عندهم مشاكل لكن هم عندهم عملية تنظيم عالية عالية لو تقانن داما لو تقانن لاعبين مع البحرين لازالوا مهم الأميز حتى بهذه المجموعة واللي قبلها لكن هم أميز بالتنظيم فريق منظم طيب أنا أتوقف عنده هنا حتى ترجمة نانسي قنقر